أولاً يعني أعزيك وأعزي نفسي وأعزي الشعب الفلسطيني باستشهاد جميع شهدائنا واليوم نتحدث عن شهداء الحركة الأسيرة وآخرهم شهيد نابلس الذي يبلغ من العمر 23 عاماً والذي استشهله في ظروف غامضة إذن في البداية أود الحديث عن هذا التضييق عليكم كمؤسسات للأسرى الفلسطينيين إلى ماذا يرمى الاحتلال؟ نعم يعني بداية نتوجه بالتحية لشعبنا الفلسطيني ولأهلنا في كافة أماكن تواجدهم نترحم على أرواح شهداء شعبنا الفلسطيني ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى والحرية طبعاً لأسرانا داخل المعتقلات يعني أولاً هذا العام الذي مر علينا هو عام دموي عام ارتفعت فيه بشكل كبير عدوانية الاحتلال الإسرائيلي وسياساته القمعية والقاتلة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده والأسرى كانوا جزءاً أساسياً في عملية الاستهداف التي مورست بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وهناك ارتفاع كبير في وطيرة الاعتقالات يعني منذ السابع من أكتوبر فقط اعتقل الاحتلال أكثر من خمس ألاف وخمسمائة مواطن فلسطيني بمعزل عن الأسرى من قطاع غزاليني لم يصدح الاحتلال عن أي معلومات تتعلق به ارتفاع وطيرة الاعتداءات الوحشية يعني عقلية انتقامية عدوانية وسلوك وحشي في التعامل مع الأسرى أدى إلى استشهد ست سبعة فلسطينيين في فترة قياسية غير مسبوقة يعني في الشهر الأول للعدوان استشهد ستة فلسطينيين نتيجة الضرب المبرح والاعتداءات الوحشية والإهانات التي يتعرض لها الأسرى داخل المعتقلات وكان آخرهم الشهيد عبد الرحمن البحش الذي ستشهد في اليوم الأول من العام 24 ليكون الشهيد السابع الذي يرتقي في خلال هذا العدوان وقبل ذلك يعني عشرات ومئات الشهداء 244 شهيد ارتقوا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بسبب الضرب بسبب اطلاق النار مباشر بسبب سياسة القتل الطبي والاعتداءات الوحشية التي يتعرض لها المعتقلون وبالتالي هذا يؤكد بأن حجم السلوك العدواني الانتقامي بحق الأسرى العزل الذين لا يملكون سوى الإرادة لا يملكون سوى الصبر لا يملكون سوى أن يصمدوا بالرغم من كل حالة التضييق التي تمارس بحقهم يعني نحن نعلم أستاذ عبد الله بأن حالة السجون الآن يرثى لها ويعني ما يصل ما هي معلومات بسيطة والمخفي أعظم كما نقول أين هي المؤسسات الدولية التي من واجبها أن تراقب وأن تكون هي المؤسسة الحيادية أن تتحدثون عن مؤسسة الصليب الأحمر يعني هذه المؤسسة الدولية ما دورها الآن في هذه الانتهاكات التي تحدثت لأسراننا شوف ألا بعد تقدم أمام حجم الإبادة الجماعية التي تعرض لها شعبنا وحجم الاعتداءات الوحشية والقتل كل هذه المؤسسات سقطت يعني إذا قد يجي من أكبر مؤسسة مجلس الأمن هيئة الأمم المتحدة منظمة الصحة العالمية أيضا الصريب الأحمر وهو جزء من هذه المنظمات الدولية يعني الصريب الأحمر وجوده في الأراضي الفلسطينية استنادا إلى معايير دولية تمنحه صلاحيات أوسع من كل المؤسسات الموجودة في الأراضي الفلسطينية للعمل ولكشف ما يتعرض له المعتقلون داخل سجل الاحتلال كشف الاعدامات اليومية التي يتعرضها أسرى قطاع غزة الذين لا نعرف عنهم أي معلومات في ظل ممارسات الاحتلال الوحشية بحقهم وعدم الإفصلاح عن أي معلومات تتعلق بهم لذلك نحن طالبنا من الصريب الأحمر منذ بداية هذا العدوان وقمنا بتسليم مذكرات عدة مرات للأسف الشديد لكن لا يوجد أي استجابة لا يوجد أي استجابة يعني توضح للعالم أجمع نحن طالبنا الصريب أولا الصريب نحن بحاجة له أن يكون في الأراضي الفلسطينية ولكن إذا ما استمر بهذه الطريقة التي لا يستطيع أن يخرج للعالم وأن يفسح أن الاحتلال يمنعه من العمل ضمن المعايير الدولية التي وجدها هو لا يفسح حتى الآن هو نحن ندرك تماما أن هناك عراقيل كما يضع الاحتلال عراقيل أمامنا وأمام المحامين يعني تم وقف زيارات الأسرة منذ بداية العدوان تم وقف زيارة الصليب تم وقف زيارة المحامين يعني تصوري الاحتلال اتخذ جملة من الإجراءات والأوامل العسكرية التي يتم بموجبها منع التواصل مع الأسر إلا بعد اليوم الثامن من اعتقاله وأسرى قطاع غزة بعدها يعني شيء غريب هل تعلمون أي شيء عن أسرى قطاع غزة يعني هناك الحديث كان من الأسرى المحررين عن ظروف سيئة جدا وعن عزلهم كليا عن باقي الأسرة تحديدا نساء قطاع غزة وهناك رضع يقال وهناك أيضا كبار في السن هل توجد لديكم أي معلومات عنهم يعني الاحتلال لم يفصح كما ذكرت لك عن أي معلومات تتعلق بأسرى قطاع غزة هم يواجهون مصير مجهول الاحتلال يمارس سياسة الإخفاء القصري بحق أسرى قطاع غزة ربما بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية أعلنت قبل نحو ثلاث أسابيع عن استشهاد عدد من المعتقلين من غزة في أحد المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يسمى سيدي ميتان قرب النقب حتى الآن لم نعرف من هم هؤلاء الشهداء الاحتلال لم يعطي معلومات لا للصليب الأحمر ولا لأي مؤسسة حقوقية وبالتالي هذه المؤسسة التي تسأل عنها أين دورها الحقيقي كل مؤسسة الحقوق التي لا نراهن عليها في ظل حجم الإبادة الجماعية التي تمارس بحق شعبنا وفي ظل القتل اليومي والإبادة والاعتقالات وبالتالي هذه مسؤولية هذه المنظومة الدولية التي سقطت أمام أشلاء غزة وأفصار غزة دعني أقول أستاذ عبد الله هذه الحرب أماطت اللثام عن حقيقة هذه المؤسسات المتخاذلة يعني كيف يسمحون لهذا الاحتلال بأن يبطش بالمدنيين هو يفعل ما يفعل لأنه يعلم أنه لا يوجد حساب بالعودة للحديث عن استشهاد الأسرة داخل سجون الاحتلال كان هناك حديث من قبل الاحتلال بأنه سيفتح تحقيقا تحديدا بما يتعلق باستشهاد الأسير ثائر أبو عصب وبأن هذه الخطوة يقال أن هذه الخطوة تعرقل نقل هذا الملف إلى محكمة الجينايات الدولية لأنه سيسقط محليا يعني أولا الاحتلال عندما أعلن أو اعترف بأن هناك 19 سجالا قاموا بالاعتداء على الأسير ثائر أبو عصب لم يعترف إلا بعد أن خرجت شهادات من أسرة كانوا مع التقليل في نفس القسم أو الغرفة التي كانت تواجد بها الشهيد ثائر أبو عصب والذين أيضا تعرضوا هم إلى الضرب المبرح والاعتداءات الوحشية لدرجة أن الأسرة كانوا يصرخوا على السجانين عندما سقط فائر أبو عصب على الأرض وتركوه ينزف فأحد السجانين كانوا عندما يموت بتنادون بالحرف يعني هذه بعض الكلمات التي صدرت عن السجانين وبالتالي اعتراف الاحتلال هو يؤكد أن هناك جرائم ترتكب بحق الأسرة داخل المعتقلات ولكن نحن لا ننتظر عدلة من هذا المحتل أعلنوا أنه تم توقيف 19 سجان ولكن المدعو الفاشي ابن غفير الذي وضع قضية الأسرة نصب أعينه من خلال التهديدات وممارسة عقوبات وفرض إجراءات وأوامر بحقهم هو يتغنى بما يقوم به أي محتل أو أي جندي بحق الشعب الفلسطيني أو بحق أي أسير يعني أقسل الأسرة يعني عذبهم هو يعتبر نفسه هو الذي يشكل حصانة لكل من يقوم بقتل فلسطيني ويتغنى وفي كثير من الأحيان تابعته كيف كان يتصل بأهل الجندي أو أهل أي حد من الاحتلال الإسرائيلي ليهنئه على ما قام به من عمليات إجرامية بحق أسرة وبالتالي استشهاد الأسرة نحن فتحنا قضية بالأمس رفعنا قضية على قضية استشهاد عبد الرحمن البحش الذي استشهد أيضا وهو داخل المعتقل وفي ظروف غامضة والاحتلال أيضا هنا لابد لنا أن نعرج عن نقطة مهمة يرفض تسليم جثمان هؤلاء الأسرة وأساسا هناك 18 جثمان لشهداء الحركة الأسيرة ففي ظل عدم موجود أي جثة للأسرة كيف سيتم التشريح واستبيان وبيان سبب إذن الاستشهاد يعني الشهيد فائر أبو عصب قام الاحتلال بتشريح جثمانه دون إبلاغ الأهل وهذه بحد ذاتها جريمة الشهيد عبد الرحمن طالبنا بالأمس بأن يفتح تحقيق في قضية استشهاده وأن يشارك أحد من العائلة أو طبيب فلسطيني في قضية التشريح ونحن بانتظار رد المحكمة ولكن في كل هذه القضايا نحن لا ننتظر عدلا من محاكم الاحتلال نحن ندرك تماما أنهم سيحاولوا صياغة روايات تتعلق في أكاذيب وألعاب يقوموا بها في كل ما يتعلق في الشعب الفلسطيني وقضيتنا الوطنية الكبرى ولكن نحن نحاول نزع فتيل الاستمرار في عملية الاعتداء التي طالت كل شيء داخل السجن الأسرى اليوم معزلون عزلا تاما على العالم الخارجي يحرموا من أبسط حقوقهم الإنسانية يجردوا من ملابسهم أسرى قطاع غزة داخل المعتقلات منفصلون عن أسرى الضفة بشكل كامل يمنع المحامون من التواصل مع الأسرى كذلك اتخذ الاحتلال جملة من القوامل العسكرية المخارف لكل قوانين الدولية أن يتم توقيف الأسير من قطاع غزة لمدة 45 يوم تصوري 45 يوم قابل للتجهيد لمدة 45 يوم أخرى دون محامي دون محاكمات وفي ظروف اعتقال سيئة جدا ويقال بأنهم يساقون إلى مراكز اعتقال غير معروفة بالتأكيد في أماكن اعتقال غير معروفة وغير معلن عنها ولعل بعض الصور والمشاهد الفضيعة والمرعبة التي ظهرت من غزة وقام نفس الجيش الاحتلال بتصويرها أظهر مئات من الأصل الغزيين وهم شبه عراء أظهرهم وهم يساقون بسيارات عسكرية وهم مكبلوا الأيدي نحن نتحدث عن أطفال وكبار سن ورجال وحتى نساء هناك امرأة فلسطينية من قطاع غزة اضطرت إلى ترك أطفالها أو طفلتها عندما اعتقلها جيش الاحتلال من قطاع غزة وهي لا تعرف مصيرهم حتى الآن وهذه بعض الشهادات التي وردت إلينا من خلال زيارة بعض الأسيرات من الضفة والقدس لسجن الدمون لا شك أن الأوضاع خطيرة للغاية حياة المعتقلين مهددة بشكل يومي في ظل رفع وطيرة الاعتداءات ولكن نحن مستمرون في صمودنا على هذه الأرض نحن أصحاب حق يعني لم يتبقى سوى الرمق الأخير والأمل الأخير هي مؤسسات الحركة الأسيرة ويعني للأسف إذا ما بقي العالم صابت الأسرة هم شهداء مع وقف التنفيذ وندعو الله بأن يفرج عنهم يعني الفرج القريب والعاجل لهم والشفاء لجرحانا والرحمة الواسعة لأسرة اللي شهداءنا شكرا جزيلا لحضرتك على وجهتك معنا شكرا جزيلا لحضرتك على وجهتك معنا